ما جايز شعارك هنا دكتور سيد لابد من التوافق بشرط أن يأتي التوافق بسيد البدوي أنا مليش ترشح أنا مليش ترشح أنا لو كنت هترشح كذبها في انتخابات بمن تريده لا لا خلص ولا أنت مرجح كفة حد لا 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 أنا يعني الواب يعني حضرتك الناس متصورة أن رئيس الواب يملك القرار داخل كل الواب أو رئيس الواب دي زي رئيس بصلحة أو رئيس تنفيذي أو رئيس حكومة لا بسهو يملك التأثير والتربيطات التأثير بالثقة مش بالتربيط يعني صعب جدا يعني أنا حضرتك بقالي فترة طويلة طبعا لي ما يقرب وهو سبع سنين رئيس الحزب الواب أنا عمري في اجتماعاته طبعا كل الوابدين بيسمعوني ديالوية أو معظم الوابدين عمري ما اتصلت قبل اجتماع هيئة عليا وربطت مع عضو أو مع عضاء الهيئة العالية في أي قضية عمري ما قلت العضو في الوابد قول الرأي الفلاني أو ما تقولش الرأي الفلاني عمري ما اتصلت بحد قلت له أنا رأيي كذا وخليك معايا في الرأي لم يحدث لم يحدث منذ أن كنت سكرتيرا عامل للوابد وفي رئاسي السبع سنين وأعضاء الهيئة العالية بيسمعوني يعني لم يحدث أنظار حوار بيني وبين حد لتأثير على قراره أو لعمل يعني اللي هو فكرة تعمل تربطات قبل القصوية على خطوة أو قرار لسبب بسيط إن أنا بحترم وعقول الأعضاء الهيئة العالية وأيضا بحترم نفسي ما ينفعش إن أنا أملي رأي على الآخرين بس بالتأكيد يا دكتور سيدي يعني عندك في ذهنك رجل الوافد القادم أنت تميل لشخص معين لما تكتمل الصورة لأن حتى الآن مش كل المرجحين تقدم يعني إحنا عندنا يعني هنا لو قلنا في بعض الأسماء المطروحة يعني الأسماء اللي طرحت كده إعلاميا وإلكترونيا يعني محمد أبعليم داود بهائد دين أبو شوء حتى حسام الخولي أيوة ما دول مطروحين وفي مطروح كمان أسماء أخرى بس في ناس ما قررتش لكن عندما تكتمل الصورة أنا حعلن مش حبق يعني يعني حعلن هيبقى موقفي معاملين بعد ما نعود مع مؤسسات الوافد كلها مش الهيئة العالية بس كل يعني رؤساء اللي جانب المحافظات شباب الوافد يعني في مؤسسات بتحكم التصويت داخل حزب الوافد لكن ما عندكش التفكير أن يستمر سيد البدى ورئيسا للحزب من خلف السطار بمعنى أنه يحكم يعني ما هو أنت ممكن يكون قانونيا ولكن يمكن أن أحكم من خلف السطار لا لا هو شوف حضرتك لو أنا عندي الفكرة دي واناك يعني فيه أراء كثيرة من الوافدين بيطلبوني بتعديل الليحة وفتح المدد وكان فيه كلام عن إنك هتعد هتعد للأحل يعني أنا بتكلم على فتح المدد الرئاسة يعني أولا ما كانش قبل كده الليحة لما وضعت من سنة 78 ما كانش فيه مدد الرئيس من تاريخ الوافد كله من ساعة ديساغلولة حتى وإحنا حددنا المدد دي بعد أزمة الوافد في 2006 بين القيادات الموجودة في ذلك الوافد والوقت وأنا منهم والدكتور نعم من جمع الله يرحمه فحددنا فتح الرئاسة في تعدين لايحة سنة 2006 فقط عملناها مدتين كثير من الوافديين والحرسين على الوافد بيطلبوني وبدأوا يجمعوا توقعات إنهم لأن من حق 250 عضوا في الوافد إنهم يطلبوا بتعديل نص في الوافد ما هو ده الاتجاه السائد الآن أنا برفض تماما أنا نهاية رئاستي للوافد يوم 2006 2018 يعني مهما كانت الضغوط عليه لو تعدلت الليحة وتفتحت الترشيحات رغم إرطتي شوف لدرجة إيه لن أرشح نفسي في الانتخابات القادمة طيب يعني إنت هنا بتغلق الباب أمام بعض من يصوقون الآن ويروغون دكتور سيد بداعيز يعدل الليحة علشان تمكنه لا لا أنا تعديل الليحة ده تعديل في تعديل في نص في الليحة حعرضه على التعديل لأن صاحب القرارات في النهاية لا 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 ما لوجه بمدة الرئيس ولا بأي مصب أشغل أنا لن أشغل منصب تنفيذي في الوفد بعد 2-6 خلاص أنا سأظل لكبير العائلة الوفدية بعد 2-6 لحد 2-6 أنا رئيس الوفد بعد 2-6 أنا ما نشوف منصب تنفيذ لأن ما ينفعش أنا لابقى مرؤوس لحد ولا ينفع إن أنا لأن عندي العلاقات الطيبة مع الوفدين تسمح لي بتعديل الليحة وافتح المدد يعني الوفديين العلاق اللي بينهم بيتمنون أن أنا سمروا أكتر مدة واثنين وثلاثة واربعة فأنا برضو مش هستخدم الكلام ده إطلاقا لأن ما يصحش إن أنا أعمل لنفسي هاي الكلام لكن وظيفتي بقى أن أنا حافظ على الوفد ما سيبش الوفد يقول بعد الساد البدوي الوفد تفكك أو الساد البدوي كان يقول زي ما البعض بيحلو له أنا أو الفوضى لا لازم فيه نص في الليحة لازم يتعدل أبمن بيه تماسك الولي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة